من أمسيات الباحثين السودانيين في محيط اعتسام القيادة العامة سقطت ما سقطت سقطت ما سقطت حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب يشرفنا جدا ويزعدنا ان يكون معانا الدكتور طارق أحمد خالد في محاضرة بعنوان دور اقتصاد المعرفة في زيادة اجمال الناذج الاجمالي فدكتور طارق صديق عزيز وستاذ جامعي ومستشار في هادسة البرمجيات وعنده خبرة طويلة جدا في البنوك وايضا هو سكرتير العام لمنظمة الاي تريبين اي فرع السودان وبرضو معانا بروفيسور شريف بابيكر هنا ده هو الرئيس بتاع المنظمة فنسمع ونتعلم من دكتور طارق وان شاء الله تفيد الجميع شكرا لكم السلام عليكم في البداية قبل ما نبدأ المحاضرة نترحم على كل الشهداء نقدم الروح طوالا لتلاتين عام أشان نقيف وقف زيدي أشان نحلم مع بعض بدولة قوام العلم والمعرفة أشان تحقق الأهداف اللي حتفنا من عقلها سلام وعدان المحاضرة ستكون يسهام اقتصاديات المعرفة في الناتج القومي الإجمالي قد يكون العنوان زاتوا شوي مزعج لكن إن شاء الله هالحاجات كلها ستكون في شكل مبصط جدا خليها نعتبره ونسى رمضانيا هنتكلم عن عندنا تلاتة مواضيع الأولانية حتكون تعريف للمصطلحات زات اقتصاد معرفة لشنو كده الثاني حتكون إحصائيات مقارنة لأنه الكلام النظر بدون ما يكون منعوم بأرقام ما حيكون عنده قيمة ولا المعلومة حدوصة بشكل صحيح الثالثة حتكون إحنا وين من اقتصاديات المعرفة كسودان وآمال نشنو وكيف نقدر فعلا ننقل اقتصادنا النقلة النوعية تعتمد على المعرفة حنبدأ في الأول بتعريف مصطلحات في البداية حنشوف الناتج القومي الإجمالي يعني شنو جي دي بي من أسمع طوال الناتج بتاع الدولة الفلانية كذا بليون دولار يعني شنو ناتج قومي إجمالي الناتج القومي الإجمالي تعريف فتاعه هو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي يتيم إنتاجه في دولة معينة خلال فترة معينة وعادة بكل سنوي يعني بيتكلم عن إنو ناتج القومي الإجمالي للسودان لسنة الفين وطفانتاشر هو كذا مليون دولار طيب الانتاج القومي بيشميل نوعين من الانتاج انتاج مادي سلع سلع زي شنو بتنتج محاصل زراعية في انتاج حيواني في أجهزة إلكترونية في دهب في نخط في حاجات ملموسة دي بنتكلم عنها سلع النوع التاني من الانتاج هو الخدمات زي شنو خدمات التعليم الرعاية الصحية الأمن الدفاع الخدمات بتاعة الاتصالات ديل الأركانة الاثنين بتاعين أي انتاج قومي طيب لو مسكنا الدورة بتاعة حياته الانتاج الاقتصادي هي بتكون كيف أولا في النهاية عندنا بشر قاعدين في أرض معينة عندهم احتياجات معينة عايزين يأكلوا عايزين يشربوا عايزين يتعالجوا عايزين يتعلموا وهكذا الناس ديل لو ما اشتغلوا ببساطة ما انتاجوا حي موتوا من جون أو يتسولوا الدول التانية وبالتالي أشان يستوفي الاحتياجات بتاعته حيحصل شنو لازم يكون في انتاج حيشترلوا الناس أيام كان نوع الشمال زراعة صناعة أيام كان في النهاية في آوتبوت هو عبارة عن منتجات هذه المنتجات لو تخيلناها زراعة لنمط تقليدي في ناس بتزرع بعد كده بيجي استهلك هذا الانتاج شان يلبي به الاحتياجات بتاعته دي أبسط دورة لانتاج اقتصادي لكن لو تخيلنا الانتاج ده كان كبير حيكون في فائد الفائد ده قد تصدر قد تباع له جهة تانية والهدف منه بكون شنو أولا ما في جهة ممكن تنتج في داخل البلد صعب جدا كل الاحتياجات تستغنى عن الناس التانين أكيد انت ممكن تكون عندك انتاج زراعي لكن عندك مشكلة في الأجهزة الكهربائية ما عندك فتحتاج تجيب من الخارج طير حتجيبه كيف إبقى لابده ينتاجك ده يكون في فائد تحليك إنك تصدره عشان بعددك تجيب منه عائد وهذا العائد تستخدمه في إنك تجيب الأشياء الماكساك تشبع لها الحاجة حقتك دي بي بساطة جدا بدون أي تعقيدات أكاديمية أو كده فدي المسألة بالنسبة لي طيب الانتاج ده لما انت بيعد تكون عندك إرادات والإرادات دي انت بتصرف على خدمات على سلاع عشان تكفي تكفي لك احتياجاتك بسموها إنفاق فنتخيل أنه في علاقة بين الإرادات والإنفاق احتمال الإرادات تساوي الإنفاق وفي الحالة دي الحاجة اللي انت بتشتغلها حتى أقولها ما في أي تقدم أو زيادة صفر يعني احتمال الإرادات تكون أعلى من الإنفاق وبالتالي حيكون عندك فائد الفائد ده بعد ده احتمال توظف توظيف راشد وده ينقولك لخطوات لقد دام يعني في تنمية في البلد واحتمال تتسافح في وطيعه زي ما بيحصل في دول تانية نمط بتاع استهلاك ما رشيد وضيع الكارثة تبعلا بتكون إراداتك أقل من إنفاقك هنا يتبتكون في مشكلة انت هنا حتى تضطر انك تستدين وتطلب من الدول التانية العون لكل جهات عشان تقدر تقلل ألقاب ما بين الإراد والإنفاق لو كمنا الصورة عشان نشوف إحنا وين من الموضوع ده نواصل نقول الاقتصاد التقليدي عشان نجي نشوف فرقوا شنو من الاقتصاد المعرفة عنده ثلاثة ركايز راس المال الكابيتل والعمالة والأرض يعني بساطة عندي قروش بيجيب أيدي عاملة مزارعين أصون عشان الاقتصاد التقليدي دي الأركان بتاعته طيب هو وين من اقتصاد المعرفة طيب اقتصاد المعرفة هو استخدام المعرفة اللي هي ناجة في النهاية من تجارب الناس من البحث العلمي من خبرات الناس لإنتاج قيمة ملموسة اللي هي السلع أو غير ملموسة اللي هي الخدمات يعني بساطة بستكبه في قيمة مضافة إذا أنا كنت بنتج سلع بضيف لها علم بدي قيمة مضافة ببساطة شديدة لو تخيلني إن أنا عندي أرض كانت مساحة فدان بنتج لين تاج معين الفدان بيطلع ثلاثة طن لو عملت أبحاث علمية وصلت لأن أنا أضيف سماد معين أو أغير في الطريقة اللي أنا بزرع بيها ولتيت البحث العلمي اللي أنا عملت اللي اتطبقت والنتيجة كانت إنه الانتاجية زادت من ثلاثة إلى عشرة إبقى القيمة المضافة هي حاصل الاقتصاد المعرفة ببساطة أسل البحث العلمي والمعرفة على الاقتصاد بيجان بين سواء كان سلع أو خدمات عشان نعمل الحاجة اقتصاد المعرفة عنده ركايز تانية غير مسألة رأس المال والأيد العاملة والأرض عنده أربع ركايز أول التعليم لأن نتكلم عن بحس علمي عن كيف ونحتاج ناس متعلمين والتانية هي الابتكار إنه ما بس نسأل التعليم فسألت إنه الشخص المتعلم يقدر يحول العلم بتاعه إلى إنتاج إنتاج جديد أفكار جديدة سلع جديدة خدمات جديدة وقتالتالي الركن التاني هو الابتكار التالت هو البنية التحتية التقنية البتيح الحاجة جديد طيب أنا أبدع كيف وأنا ما عندي معامل مثلا حابدع كيف وما عندي شبكات بتاع اتصالات بلازم يكون التالت هي بنية تحتية تقنية تتحلل الناس أنها تمارس الإنتاج بتاع العلم والمعرفة الرابع إنه لازم يكون في سياسات وقوانين تنظيم المسحى الذين واحدة من الأمثلة البسيطة مثلا الحقوق بتاع الإنتاج الفكري مثلا لما أنا قوم أنتج زوليس ريقو ويعمل بيو حاجة تانية بيقبأ أنا بعد ذلك حعمل حساب ما سنتج سوكي حتكون حاجة معوقة الجمار كالدرائب زي ما حنشوف لقدام الدولة بيكون عندها سياسات وقوانين تشجع هذا الإنتاج المعرفي وتحميه دي الأربع أركان اللي يتمسل اقتصاد المعرف وحنجل نشوف بعد ذات إحنا في سودان وين من الحاجات دي لقدام طيب حنخش في إحصائيات مقارنة والإحصائيات عايزين ندعم بيها كلامنا لحنقوله عن قيمة اقتصاد المعرف هذه الإحصائيات من حسا أقول لكم هي مستفيزة جدا ومؤلمة جدا لأنها تكون مقارنة ما بيننا وما بين العالم وأحسن نعرف موقعنا عشان نبدأ صاح ونشوف يمكن فرصة لك عشان تشوف بالأرقام التلاتين سنة دي وصلت تكوين طيب دي أعلى عشرة دول على مستوى الناتج الإجمالي دي بيها تذكر مجموع السلع والخدمات الكيمة السوقية حقتها دي أعلى عشرة دول حسب توقعات 2020 وبالمناسبة حتى 2018 17 هي نفس الدول بس كان في اختلاف الترتيب فبنلاحظ أنه أقوى إنتاج هو الولايات المتحدة بعدها الصين اليابان ألمانيا الهند المملكة المتحدة فرنسا المرازيل إيطاليا كندا دول العشر الأوائل على مستوى الإنتاج كندا كندا لاحظوا دخلت وفي قوة طلعت حتى هو جميل جدا بجي بليك الناس نزلت أول حاجة نلاحظ أنه ستكون في 2050 القوة الأولى هي الصين وليست الولايات المتحدة والثانية هي الهند الهند اللي هي لا عندها بيثرون لا عندها زراعة لا عندها صروح حيوانية عندها بني أدمين هند لا بني أدمين حتى القوة الثالثة هي الولايات المتحدة والرابعة قينا البرازيل اليابان روسيا المكسيك لاحظوا معي أندونيسيا والعاشرة هي يوكي بعد كده نلاحظ بقوة ثانية أمريكا جنوبية فيتنام نيجيريا في أشياء ممكن تكون مفاجأة للناس لكن يجي نشوف بعد ذاك الجديد شنو شنو نخلى الناس تمشي لمستويات زي دي وكأن ما نخل نخل نحن قاعدين في محل لاحظوا الدول دي ولاحظوا الدول الموجودة هنا في القائمة دي يكاد يكون هم نفس الدول هذه الدول هي أكثر دول العالم صرفا على البحوث أكثر دول العالم صرفا على research and development هي أكثر الدول عظمة في الإنتاج القوم الإجمالي إذن ببساطة نبدأ نقول في القيمة المضافة لبيل قناها أكثر 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 فأخذت أنني هنا أشان نوري أنه البحث العلمي ما ترف ولا لقيت شهادات ولا بيبرس يجزون عندي خمسين وده عندي سبعين بيبر وعندي كده إنما البحث العلمي في النهاية كيف يصد في مزيد من الإنتاج مزيد من السلع مزيد من الخدمة للقييمة الحقيقية ليه ببساطة إنه كيف يحل مشاكل الناس طيب جميل قلنا واحدنا لأركان المهمة جدا لإنتاج المعرفي الامتكار والامتكار من أكثر المقاييس التي تتخد له الآن هي عدد براءات الاختراع التي تطلع من دول ومن شريفهات نمسك تل إحصائية بتاعة أعلى عشر دول تقريبا هي إحصائية على مستوى 2017 طلعت يلا لاحظوا الدول نشوف الصين عندها في 2017 928 ألف أبليكيشن لإختراع نلاحظ بعد ذاك الولايات المتحدة اليابان كوريا الجنوبية الاتحاد الأوروبي أبليكيشن 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 هنا في إحصائية للتوب تين كمبانيز أعلى عشرة شركات بتنفق على البحث العلمي والناتج بتاعه بيجي في صورة بتاعة براءة اختراع نمبر ون في العالم هواوي على مستوى براءة المختار بعد كده يشوف ولو لاحظنا تحت في الكيدة هي الدول ياتا هتلقى أي شركة من ديل يائما من الصين يائما من كوريا يائما من الولايات المتحدة هي دول محددة ودي هي نفس الدول القاعدة في الطوب تين على مستوى الإنتاج القوم سواء كان على مستوى السلع ولا مستوى الخدمات إذن هي أعلى على مستوى الدول وكمان أعلى على مستوى الشركات طيب هنا في متلازمة إذن الدولة بتشجع البحث العلمي وبالتالي بتشجع حتى الشركات على البحث العلمي حنشوف لقدام بتشجع كيف طبعا ما أظيم ممكن نجرأ نكتب هنا سودان كمبراءة اختراع حتى ما في تصنيف لها طيب عايزين نشوف دول بيعين والدول دي اخترتها لأسباب حنشوف لقدام وزي ما قلتم عايز أوصل بيع فكرة وعايز أستفز بيع الناس عشان المقارنة تكون واضحة ده ناتج القوم الإجمالي للسعودية والإمارات في 2020 السعودية 817 بليون كلها بين بليون دولار والإمارات 497 بليون ضخمة ما حاجة سعاد لكن كده خلونا نشوف دول لا عندها بترول لا عندها حاجة شوف الولايات المتحدة خمسة ألف خمسمية وستة بليون يعني خمسة تريليون اليابان اليابان سوري اليابان الهند تلاتة تريليون الهند كذلك مضعف السعودية أربع أربع أضعاف إنتاج السعودية بدون نفط بدون نفط كوريا ضعفين إنتاج السعودية وأجام بدون نفط تركيا تماسل السعودية أو تزيد عليها وضعف الإمارات بدون نفط السودان 200 نلاحظ المقارنة المؤلمة ده إنتاج الدولة كلها على مستوى القيمة السوقية لكل السلع والخدمات البترول والسرع الحيوانية والسمطة العربي وكل الحاجات كل البننتج نحن على مستوى السلع والخدمات هو 200 الفنشري سو درنيجي يقولي أخواننا money is not equal to oil الناس لا تتخيل لا تنشي ولا الوهم بدأ عيني إحنا فتحوا المربع الفلاني وعملوا الانتاج الفلاني ونقبأ نسوك في سلاب لحاجة ما هي القيمة الحقيقية ما قلنا ما تعملوا الحاجات لكن ما يقبدا عملنا إنه إحنا بس عملنا إنه للقى نفط وإنفصل الجنو قعدنا نبكي وبيقت كله حاجاتنا إنه انفصل وإحنا داني نفتش بديل لها لما كده دي ما السكة بتودي بلدنا ليه كده طيب واحدة من العماصر الثانية ببنائز ببنائز دول ببنائز 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 خارج البلد وفي النسب معروفة لإنه أنت بتصدر كم في المئة من الناتج بتاعه الأفريج على مستوض والعالم بتراوح ما بين 40% ليه 60 أو كم وخمسين في المئة من ناججة كل المنشي للصادر هنجيشو فيحنا بنصدر كم في المئة من الناتج الإجمالي نشوف عطائنا كيف طيب 2017 الصين صادرات 2 تريليون دولار 2157 الولايات المتحدة تريليون ونص كوريا 577 الهند 303 السعودية 231 طبعا في نها نفت نفت 231 لاحظوا الحاجة الغريبة تايلند تايلند عندها شنو يا أخوان هنالك يقول إنها دولة بترولية وإلا عندها إنتاج واضح سلاحي 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 تايلند 228 ما حاجة سهلة لما تجي تقارن مع السعودية نجد نشوف نحن 2018 أربعة وثلاثة وثلاثة حاجة مهجلة جدا أعلى صادرات للسودان كانت في 2011 ما قبل الانفصال وصلنا 11 ده أقصى حاجة وصلنا في وبعد الانفصال من 11 نزلنا لأربعة تتذكروا كان قالوا مبهمنا وما حيأسر علينا ونذكر كل الجعجعة التي تقالت في نفس السنة نزلنا من 11 إلى 14 إلى 18 ده الآن فائد حقنا لما نتكسموا على الناتج الإجمالي اللي هم قلنا قبلت 200 بنلقى إنه إحنا صادرنا بساوي نسبة على الانتاج بتاعنا 2 من 100 ده حاجة مخجلة جدا لما نقول لكم إنه الأفرج من 40 مخمسين في المئة كل العند ده بيمثل بس 2 في المئة لاحظ كل الموارد الضخمة حق دك ببساطة كأنما في إنسان مكتف مخمسين مخمسين فشم ما تشتغل عايزة قارن مقارنة مستفزة جدا ما بين السودان وما بين الشركة والشركة دي ما مايكروسوفت ولا أبل إنما شركة في الهند شركة بتاع صوفتوير اسمها إمفوسيس إمفوسيس الريفنيوز بتاعتها في 2018 كانت 8 بليون يعني 2 سودان الشركة واحدة بتساوي 2 سودان نمسك دول قد نعايلها كده بنطعنطص في الفاضي عليها بنجلاديش أراون 39 بليون دولار وإي واحد فينا مش الخليج يقول لك البنقالة ديل ما نعرف شنو البنقالة بنتجو 39 بليون أقسمها على أربعة شوز كمضعف صادرات مصر بتنتج 23 وخمسة من عشرة قد الصادر بتاعها وأقيل لعدهم ترون ورحاجة بالمناسبة الريفنيوز بتاعت ماليزيا من السياحة سياحة بس 20 بليون دولار خمسة أضعاف الانتاج بالعرض إذن المسألة يا أخوان ما نفت ما بين السعودية وما بين الكوريا وما بين ما بين ما في أي مقارنة إذن يا أخوان نخت السراب بتاع الهند طيب لاحظوا هنا دا الانتاج المعرفي بتاع الهند إمديان سوفتوير إكسبور نلاحظ في 2015 صادرات كانت كم خمسة وسبعين بليون دولار 75 أكسيمة على الأربعة وثلاثة من عشرة قول خمسة نكمل خمسة من آيتم وحدة بتاع سوفتوير بتنتج خمسة ضعف الصادرات خمسة ضعف فقط من سوفتوير فشوف قدر شنو مؤلمة هذه المقارنة نمسك شركة واحدة زي أبل أبل بتاع في 2015 كانت 233 وثلاثين بليون دولار قارنة بالأربعة حقتنا دي أغين شركة وحدة والإنتاج بتاع كل مبني على الانتاج المعرفي على الريسيرش سوفتوير أو هاردوير طيب تعالوا نشوف إحصائيات محلية حقتنا صادراتنا قلنا أربعة وثلاثة من عشرة بليون وارداتنا 28 عشرة شوفت المأساة دي كيف تستورد ضعف لا توجد طيب يتيبوا من وين دين من وين دين 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 طيب الدين ده سياسيا ترجمه لشنو دين فقدان إرادة صح ما عندك إرادة وده اليمن تمشي اليمن قوم تقوم تقعد 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 تعمل أي حاجة الناتج القومي لو نذكر 190 بليون لو حاولنا نقسمه طيب نمشي للصادرات عندنا الدهب 1-6 من 10 3-3 من 10 حسنا دا 4-3 نذكر يا أخوان حتة مهمة بين قوسين نتخيل بين قوسين إنه رسميا إنتاج الدهب بتاعنا يتراوح تقريبا 96 طن وفيه كلام بتقال إنه 200 200 لكن دعنا نقول الحاجة الوفيشل 96 طن في السنة وحنشوف بعشوية مقارنة طريفة جدا بس نذكر إنه هو 1-6 من 10 اللام رقم داتي تذكروا النفط الآن 8 من 10 طبعا بعد فقدان النفط بتاع الجنوب الانتاج الحيواني تقريبا 9 من 10 دليون والانتاج الزراعي 1 كي دا كل شغال 72% من صادرات نبس لأربعة دول أول ما نذكرهم بعد كده يلا شوف أحداثك الآن السياسية الحوالينك منو قعد يضغطك الآن منو الآن بمنع إنها تتحول لمدنية لاحظ لها in terms of business تهل الناس الانت دا 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 الفضاء حقك لخياراتك الآن ذات مينز عشان كده لما نتكلم عن الانتاج معرفي ما مفصول من السياسة إخواني ما مفصول من السياسة لما يكون سكف في صادراتك وانتاجك بس لديل بعد ما تجي التفسير واضح وما محتاج لأي زكاء طيب نجينا لاحظ انه الناتج بتاعنا دا موزع علياته قطاعات بساعدة في التسعة وثلاثين دي وينهي يا هادي واحد كل القيامة القائمة دي والإحنا أحسن دولة في السنطة العربي والكلام دا كله في النهاية هالواحد دي السربة الحيوانية الضخمة اللي بنتكلم عنها وبيدينباه بها يا هادي ما في حاجة ما عندنا اي حاجة منتهى الفقر ما عندنا انت عندك موارد لما تيجي تمسيك بالجمة التالية الموارد ضخمة جدا ويكفي الموية تكون عبادة الحاجات بكلها لكن مع ذلك الانتاج بتاعك ضعيف جدا طيب نبدأ قارم في حاجات نذكر انه مساحة هولندا قدر مساحة الجزيرة قدر مساحة جميلة الجزيرة نذكر الحجة اللي بأس طيب هولندا بصدر زهور بثلاتة وستة من عشرة باليوم زهور فلاورس الهروز ينتقى في البحر الله زهور بس ثلاثة وستة من عشرة قارنة بالأربعة حقتك قل مصياها يعني تنتاج زهور طماطم واحد وثمانية من عشرة يساوي الزراء والحيواني دم لاحظوا هنا دم يصدروا الدم الدم سواء كان دم بشري أو دم حيواني يتم تعقيمه وبيحصل له باكين بطريقة معينة وبيصدروه لأدول يعني زي بانك الدم لالبشر ولا الحيوانات هولندا بيصدر دم تلاتتاشر بليون ثلاثة أضعاف منتاجك القومي دم لاحظوا الانوفيشن بتاع الناس تزاته مصنع تقليدية يا إخواني بيكبلاس تشغل مفاك إنك فيه حيثة ممكن تجيب منها موافزة شايفة موافزة بنافسك فيها بل مناسبة الناس البيكروب هندسة في المايكرو ميتر معدات القياسة موسيقى 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 مايكرو ميتر تقولها سبعة بليون ضعف انتاجك القومي موسيقى معدات بس ساتيلايتس أشياء زي لي سبعتاشر بل مناسبة أنا أخذت بس بس الناتج الإجمالي بتاعهم مش الناتج المالي سوري الصادرات بتاعتهم 526 مليون الجميل فيهم هو التنوع الكبير جداً وصادر يعني ما تعتمد على حاجة واحدة تعتمد على النفطة شان الجنوم ينفصل وتكون تقع إبا لازم تنوع فنلاحظ التنوع ده وما في واحد فيهم ذاته بقارب ال 526 فنذكر إنه الانتاج الزراعي في الآيتمزدي يعادل إنتاجك إنت مقارن المساحة بتاعت هولندا بمساحة السودان هنا دل قيمة المضاعفة بتاعت المعرفة إنه الانتاجية حقه الفدان ممكن تكون مئة ولا مئتين ضعف انتاجية الفدان بتاعك لأنه في مراكز بتاعك بحاس شغالة في زيادة الانتاجية وفي علم الوراثة وفي كمية من الهشياء اللهم تتقييمة مضافة للحاجة اللي بعملها زي ما إنت بتعمله نمسك تايلند قبل قولنا تايلند الإنتاج بتاعه 215 لكن مسكت آيتمز بغرض الاستجزاز خلينا نقول تايلند يبيع مكيفات بتاع التبريد 4 مليون دولار وكيفات بس بكل إنتاجك بما فيه هجلي وما فيه بحاجة تايلند بتصدر إنتجريات سيركيتس بـ 12 بليون دولار المصانع بتاعة إنتجريات سيركيتس بتصدر معدات مكتبية بـ 13 بليون دولار معدات مكتبية ممكن تقومت عائلين وتشوفه ولا حاجة أستله جزول قال عزيم عن مصنع معدات مكتبية حنقول جزول هاي بساكي لكن وذين استراتيجي بتاع الدولة تايلند بتدخل المعادات المكتبية 13 الدهب بتجيب 3.6 من 10 هنا الحتة دي عايز أذكركم تايلند بتجيب 3.6 مليون من 5 طن وانت بتجيب 1.6 من 10 من 96 طن حلو عليه مشت وين مكانة وين مكانة وين مكانة وين مكانة وين فلاحظوا مكانة حلو 96 طن جابت 1.6 من 10 مليون وخمسة طن جابت 3.6 من 10 طن حاجة مؤلمة جدا وبتوري الضياع اللي احنا عايشين فيه نجلي بعد الكلام ده كله طيبة ها وبعدين خلاص يعني قرفتكم بالحصائيات المحبطة جدا ها ثم ماسا بعد طيب اه في الاول احنا محتاجين ليه رؤية استراتيجية جاوب نحنا عايزين شو المسارات العايزين مش فاشنو يعني الهولندين يتكلم عن انتاج حيواني وانتاج زراعي ويتكلم عن دم ويتكلم عن كل المسارات ديه وعلى ضوءها البحوث مشت في الانتياه ده الميزانيات التمويل مشت في الانتياه ده فنحن نحن 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 ومهم جدا عشان بمساطة تجيب اكبر عايد ليه يكلم انه مسارات متعددة ما ضرها انتاجه كله لينور واحد بس بترول او سروة حيوانية الرزق بيقبى في انه سروة الحيوانية مثلا قبل كده جات الحميات المشهورة بتاعت الحيوانات فجأة العايد حققت حيقع لانا كنت راهين بمسار واحد قلت البترول انفصلت وقع فيبقى لازم تتكلم عن مسارات متعددة شكلها شنو نعمله كيف يبقى هنا الاستراتيجي ما ناس مش يقعدوا في غرفة مغلغة ولا حاجة زي دي وطلعوا علينا حاجة احنا محتاجين لحاجة يشتركوا فيها كل مكونات الشعب ونعرف احنا مقدراتنا وين اراضينا مياهنا مقدراتنا العلمية ممكن نوظف فياتهم تجاهات من هنا بتتحدد الوبجيكتيفز بتاعتنا بشكل طيب بعد كده محتاجين نوفر الخصائص اللي قلناها كبير تعليم الابتكار الاشياء لا بد الاستراتيج يجوز منها كيف نوفر هذه الخصائص عشان نقدر بعد ذاك نجمي السمار بتاعاته لو تذكروا الخاصية الاولى كانت التعليم ولما نقول التعليم ما بقصد بس التعليم الجامعي يا اخوان بنقصد التعليم مما قبل المدرسي احنا عايزين الزول اللي بتعلم دا اعمل شنو للبلد يقدم شنو بيعمل شنو من قيم وبالتالي لابد تكون عندنا فلسفة واضحة للتعليم لما نقول فلسفة واضحة ما فلسفة بالفهم محتاجين له هدف محدد ادي مثال بسيط مثلا اليابان التعليم قبل المدرسي في كل مرحلة يخده اهداف معينة انه في قيم يجب الشخص اللي بتعلم دا يكتسبه والقيم دي مفروض قدام تأدي له تاج محدد يعني ما قيم ساكي لم نمسك التعليم قبل المدرسي خدتين تلات قيم التلات قيم دي الاولانية روح الجماعة انه كيف الناس يشتغلوا كتيب كجماعة التانية اه الاعتماد على النفس التالتة مساعدة الاخرين طيب نمسك الكلام دا ترجم لسيلابس في روضة الجماعة اولا في اليابان المدارس مقسم جغرافيا بحيسين انه الشخص ما يركب مواصلات لحد ما يمشي يعني تكون جوا الحلة المساطة تمشي ليها بريجلينة اولا ممنوع الطفل ابوه يوديه ممنوع الطفل الممنوع ممنوع ممنوع يجي راكم عجله ولا يجي بمواصلات يجي بريجلينه طيب ما تجي بلابك الله حسين الجماعة فعملوا شنو كل مجموعة ساكنة في ممتقة معينة يسجلون مع بعض يكونوا تيم تيم دا ممكن يكون خمسة اشخاص ستة اشخاص الناس ديل مع الصباح لازم يتلاقوا في ركم معين يحددوهم ويجوا مع بعض يخشوا المدرسة لازم يمشوا مع بعض ويطلعوا مع بعض يروح الجماعة من انك طفل بل اذا كان بتتطدي المسألة قطع شارع زلط اللي ممكن يكون فيها رزك بيقوموا يعملوا تيم ليدر لاحظة الاطفال التيم ليدر دا بيدوه العصايا بتاعت بوليس الحركة بيكون فيها نور احمر دي دعوه دا للطفل دا بمشي يقف في شارع الزلط وبوقف العربات ويزا اي في واحد قطع بتكون مخالفة بيقيف يقطع الناس المعاه وشرطا هو يقطع اخر زول لحظوا القيمة في الطفل دا انه هو ليدر لمجموعة بعد ما يقدمون بيمشي ويفتح الشارع للناس نهاية السنة بيسلم العهده دا ولد في روضة ما بيحفزوا اناشيد كثيرة ولا كلام زي دا حتى الاناشيد اللي بتتعمل عشان الفضل القصد منها ترسيخ القيمة دي طيب القيمة التانية الاعتماد على النفس عملوا شنو؟ المنهج البدرسين ايهو بسيط جدا وطعيف جدا ما قصة ناش حانو بانه يسمع منواع هلامية ولا كده لا لا في حصة بانه لما يقوم من النوم يرتب الفراش بتاعه كيف؟ اعتمد على نفسه مش يقوم بعدين امه يتجي تعملها لحاجات دي اكي؟ في حصة في انه يطبق القميص كيف؟ يخده في الدولاب كيف؟ وفي امتحان يعني بيجي بانتحنوك وشوف تطبق الحاجات دي تعملها كيف؟ لما انجز الحاجات دي بيتحول لازول يعتمد على نفسه منهوط فيه ما امور تعمل الحاجات دي؟ طيب يساعد الاخرين كيف؟ بدرسوهم انه كيف تدق مصمار في الحيطة بدون ما تحول نفسه؟ اكي؟ تيجي تعلق لوحة تعملها كيف؟ انسوان دي كله عشان بعدين هو يكون فرحان جدا لما يساعد ابو في البيت ويكون شخص مفيد ما في تسميع كتير ما في شحين اذا قايم على انه في قيم لازم يكتسبه وفي مهارات بتساعده على انه يطبق هذه القيم براكتكا بعد كده على ذلك قس في كل مرحلة هم عايزين الزولده يضيف لشنو من مهارات وضيف لشنو عن قيم دي الفلسفة حقت التعليم ابقى احنا اذا عايزين نيشئ دولة وهزي الدولة تخلق انسان قادر علي انه ينتج معرفة يبقى خلونا من التلقين الان احنا عبارة عن مكانات قاعد تحفظ بنحفظ 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 لكن لو ما سبت ايه زول قده ليه انت عايز تخلق من الزولده شنو ما في زول عندي هجابة ودي فلسفة التعليم هنا الحتة الثانية ان احنا فقدناها انا كيف ابدع وما عندي ملك في التفكير النقد المناهج الان بتهدم الحاجة ما في ملك بتاع التفكير النقد بدليل انتهى بين المطاف حتى الجامعات بيشيلوا شيط بيحفظوا وبامتحموا وهو من الابتدائي بيحفظوا وبامتحموا والمنظومة ذاته ما بتسلح ليه انه ينتقد ولو قال انا عندي رأي في الحاجة الفلانية حيكبت بالسخرية فاذا انت طلعت الزولده منه صغير مكبل وما عنده عقلية نقدية بعد ما يكبر اكباليك عشرين ولا تليه ثلاثين سنة تقول له ابتكر ابتكر باوين ما هو المهدى؟ خلينا نقول زي العضلات ازا انت ما بدي تمرن بشكل معين ما حتقدر تتحرك بشكل معين فالتمرين ده هو تمرين انتلكشول من انت صغير بتفكر به نمط مختلف بتتشجع انك تفكر بشكل نقدي بعد داك اللي قدام انت ممكن تكون انسان منتج ممكن تخترق ازا انت قاعد تحفظ من انت صغير يعني حتجيق له انت القدر اشان تكون مخترق بعد ده ما حيحسن ازا عشان نمشي لانتاج معرفة محتاجين نراجع التعليم بتاعنا وبنظرة واعية الثانية الابتكار وده مكمل اللي ده طبعا لما نتكال عن الابتكار محتاجين لهاي للبيئة دي لازم نفحب الناس من البحث العلمي ما ترفش الآن الغايات من البحث العلم شنو؟ بفتش ما بلقشو ما بمشو اسجيل ماجستير صدخانة يعني بعدها من امشي البحث التكميلي عملت كوبيو بيست من النيت ولا مشيت السوق العربي ولا وهكذا ما في انتاج حقيقي لانه اصلا انا ما بلوه الناس دي لكي ما بقول اصلا هو ما في قيمة للحاجة القيمة بس للورقة دي والاغراض اشبه بلينها تكون اجتماعية ليس إلا لانه ما يستيرل عنده دكتوراه لكن العايد من الحاجات دي في كم بحث علمي الآن يتعمل في السودان ويتطبق أبدا بتحول لي حاجة بتتختيف الرف وبييزول السنة البعادة بيشف نصها بيخد عليها عبة من النيت وبيطلع ليها واحدة ثانية ثانية تتختيف الرف فما في بحث علمي حقيقي فيجب ان الناس هنا تتعمل عنه البحث ليس ترف ونخد في بالنا الإحصائيات القبيل قلناها إن البحث العلمي أسر على الإنتاج شكله كيف من الحاجات المهمة التي تطور الأبحاث لكذا العلاقة المدروسة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المهنية لو مسكنا أمريكا ولا أوروبا بتلقي إن ميزانية الجماعات للبحوث أغلبة جاية من وين؟ جاية من الاندستري جاية من الشركات الآن عندنا نقاب ضخم جدا الناس الفي الاندستري بيعاينوا الناس دي لهم نصب نصدراتية ساكت ونحن ما شغالين بيهم والناس القاعدين في المؤسسات الأكاديمية ممكن يكونوا شايفين الناس دي لهم ناس بخرمجوا ساكت فلا بد تكون في علاقة مقننة وطيضة جدا لإنه الاندستري والمؤسسات الأكاديمية عندهم هدف محدد وإنه التبويل بيجي من الاندستري هذه العلاقة هي الممكن تخليق ابتكار ثالثة هي البنية التحتية التقنية بنية تحتية لو مسكنا مثال مثلا محمد بن راشد قبل فترة كان حصل الصفقة بتاعت الاكويزيشن بتاعت شركة كريم وهو بدلا من اشترت كريم وقبالها امازون اشترت سوق دوت كوم فكان كتب قال إنه إحنا أنشأنا مدينة اللي هي دبي انترنت سيتي في قلب الصحراء والناس كانوا بيسخروا من إنه كيف تعمل مدينة زي دي في الصحراء يعني أو يعني انتم ما قدر الكلام ده فكان بفتخر إنه من قلب هذه المدن طلعت شركات وحصل لها كوزيشا من شركات في سلكم فالي إذا في إنتاج حقيقي لو مسكنا دول تانية الهند عندها سايبراباد عندها دول بنغالور إلكترونيك سيتي بيئة حاضنة للأبحاث حاضنة للإنتاج مشجعة ليها وهي حاضنة لكل الابتكارات بتاعت الناس بنية تحتية تساعدهم على إنهم انتجوا وابتكروا مراكز بحسية مؤهدة طبعاً هنا الآن ما في أي نية لحاجة زي دي لي لأنه هي الأبحاث أصلاً ذاتها ما عندها قيمة وهم شايفينها حاجة طرف ساكن شغل بتاع فندية فهيصرفوا على ليه يعني وحتى لو شفنا كمية المراكز الأبحاثة القروش بتطلع منا وبتتاكل بيئة طريقة يعني مآكل وسفر المنتمرات وهكذا لكن ما في إنتاج بحس علمي حقيقي فإذا إحنا شنمشي محتاجين لأنه يكون في براكز بتاع البحس علمي مؤهلة والحاجة دي مربوطة بالرؤية الاستراتيجية يعني ما ساكن ما فش خر محتاجين شبكة بتاعت التصالات شبكة معلومات تغطي كل السودان حتى القرى ما مسألة صفوية بأنه بس تكون في البدن الكبيرة والناس التانين لا من أول قال الإبتكار يجب أن يكون من الناس دين فأشان تعمل حاجة زيتين محتاج بنية تحتية لتغطي كل السودان وتدي للناس الحاجات الفندمينتالز بتعينهم في أنهم يتعلموا يعرفوا يحتكوا مع العالم من خلال الآن لو غطينا ما شان عملنا بأس شفنا الإنترنت مغطي كم في المئة من السودان هتلقى في قرى بأسة جدا ما وصلة وفي زل الحاجة دي يستحيل نتكلم عن اقتصاد معرفة ويتفجز كبير من الدولة بحروم من المعرفة نفسها وكيف نتكلم عن اقتصاد معرفة ونسبة الأمية حققتنا كم في المئة؟ بعد كده السياسات والقوانين السياسات والقوانين لازم تكون مشجعة على مستوى الضرائب على مستوى الجمارك على مستوى حقوق الملكية الفكرية أضرب مثل بالتجربة بتاعت الهند الهند على المستوى ده عملت مدن حاضنات خاصة ده نبتكلم عن المجال بتاع تقنية المعلومات والمرمجيات عملت مدن سموها ITParks شكل المدينة شنو؟ مجموعة من العمارات العمارة المبنى الكاملة اللي هتكون بارك معين فيه داتا سنتر جزء منو أي شقة موصلة في النتورك بتاعتك بفايبرس لما انت تجي مجموعة من الناس ستة سبعة عمله شركة بتاع الصفتوير تجي تأجر الشقة دي انت بتأجر الشقة وتأجر الشير بتاعك في الداتا سنتر يعني إذا ما محتاج تشتري سيرفر ولا محتاج تعمل شبكة لأنه أصلا في شبكة كل العلاج بتعمل شنو؟ جهاز بتاعك طيب لو أنا ما عندي قرش عشان اشترى حتى جهزة صمموا عندناس الآن التمويل الأصغر عملوا برامج بتاعك التمويل الأصغر عشان تشجع الطلب الجداد تمويله من يشتروا الابتوبس يشتروا أجهزة يأسسوا مكاتبهم وعملوا أسعار زهيدة جداً في الإيجاد يعني كان في دعم والدعم دي من الشركات الكبيرة ودعم من الدولة برده في فانس من الناس دي بعد كده الشركات الكبيرة أغروها إنه إذا دربت الخريجين الجدد بتأخذ قصاد الحاجة دي إعفاء قريبي فشركة زي InfoSys زي Tata بيستضيف الخريجين في برامج معمولة بمناهجة بل بعضهم بيعملوا داخليات للناس بتخش بتتدرب بشكل منهجي جداً بيختار الجزء منهم بيعينهم الباقين ديل بفكهم في الشارع للناس بيش يعملوا بعد ذاك شركاتهم أو الشركات الأصغر هي بتقوم تعيينهم وهكذا طيب مقابل الحاجة دي بيكسب شنو صاح جزء منه هو عبارة عن مسؤولية مجتمعية لكن إسحامه ده بلقهناك في شكل بتاع إعفاءات ضريبية إذاً في قوانين بتدفع الناس دي إنها تعطي بتساعد في الحالي بعد كده إذا أنتك إنتاج بتاع صفتوير مصطرته للعالم قصاده بتأخذ إعفاءات في الدرائب عكسنا نحن يوم تجيب زيادة تضعب زيادة الحتمة في النهاية تبعد في القوطة لكن هنا تجيبت زيادة هنشيل منك أقل ليه؟ لأنه دي زيادة في الصادرات وزيادة في الناتج القومي وبالتالي شوف شجع الناس انه يصدروا لحتي ما وصلوا بلأن مصادرات الصفتوير 75 بليون دولار نلاحظ بإنفوسيس تمانية ده كل إنتاج جوه وبره يعني لو قلنا عالميا ستة ستة بس من الخمس وسبعين الخمس وسبعين دي فيها آلاف الشركات الصغيرة اللي بتصدر بها حاجات صغيرة لكن الإجمال هو هذا العدد الضخم لأنه في دولة في فجل في استراتيجي بيتشجع هذا الإنتاج من أجمل الحاجات العرفتها إنه الشركات الصغيرة اللي بتدج أجر في الـ IT بارس دي لما قروشة تكتر ما بقولوا نستغيل الحاجات برحلوا يمشوا يجروا في أماكن تانية بيدفعوا قروش عشان يخلوا الخانة ديلي بشركة صغيرة جاية شوفوا الجانب الأخلاقي في الموضوع ما بيقولوا إنه والله أنا خلاص أعمل نايم على الحاجة المدعومة دي بيطلع بيخلها لجهة تانية بتجيب لما تقبر هي زادة بتخلي فإذا عشان تعمل الأشياء دي لازم يكون في سياسات على مستوى الجمالك على مستوى سياسات التمويل على مستوى الضرائب على مستوى القوانين اللي بتحفظ للناس دين ملكيتهم الفكرية إن تبدأ لك بيئة مساعدة لهذه الأشياء إذن قلنا لابد يكون في رؤية استراتيجية لابد يكون في توفير خصائص اقتصاد المعرفة الأربعة والحاجة دي هكذا هناك قدية هناك قدية هناك قدية بتخلينا يتبنعاين لرؤية جديدة لاستخدام العلم والمعرفة ما شهادات ولا افتخار بس الواحد بيجيب الشهادة أشياء بعد ذلك يبى وزير ويقولوا عليه وفلانا محتاجين لرؤية حقيقية لقيمة العلم والمعرفة محتاجين العلم والمعرفة يكون عندها بعد اجتماعي أنا بتعلم أشان أخدم هذا المواطن أشان المجتمع يكون عنده في إمباكت على المجتمع ضربت أمسلة بسيطة لأمسلة لناس وصفوا علمهم أقل بعد الاجتماعي كمثال لريادة العمال الاجتماعية ومشهور دكتور محمد يونيس هو من بنغلاديش عمل الدكتورة في أمريكا في الاقتصاد وجراجع بنغلاديش وفكر في الشغل بتاع التمويل الأصغر هو رائد التمويل الأصغر في العالم وكان في إينوفيشن في ابتكار أسس البنك الاسمه جرامين وغرامين كان واحد من أول المنوك وأكبره المتخصص لتمويل الأصغر وظف علمه لعمله في البي اتش دي والرسيرش بتاعه لخدمة المجتمع والبنك ده استطاع إنه يقدم قروط وصلت إلى 11 بليون دولار دولة دولة تساوي ثلاثة أضعاف السنان إذا عملنا بالنسبة لتصادرة هذه القروط غطت 80 ألف قرية شوف الإمباكت وما كانت بس تمويل كان كل قرية الناس اللي بيأخذوا التمويل بيكوي منهم جمعيات كان بيعلمون النظافة بيعلمون في تطعيم في شغل بتاع تطوير اجتماعي ما لاحظنا الآن هو هنا قاعد وسط منه؟ قاعد وسط نساء في المجتمع النساء ديل هم الناس اللي كان قدم اليوم تمويل في قرية معينة فأي تمويل يتقدم لي قرية بتحول إلى عمل اجتماعي يطور مستوى تفكير الناس الموجودين ديل يتعلم قيام جديدة هذا شخص وظّف العلم بتاعه لخدمة المجتمع فدا مساله للرياضة العمال الاجتماعية هنا مثال تاني لرياضة العمال البحثية اللي هي انو مشاريع البحثة العلمية تتحول إلى product تتحول إلى منتجات احنا بنتهم هذا المشروع بس أشان نكمل واخد الشهادة و بعدها ما بشتغل بيه ما ملام كله كله لانه انا ماندي البنية بتاعة اقتصاد المعرفة في البلد لكن لو مسكنا جامعات خارج السودان بنلقى حتى السيلبس ذاته بيقى بشجع الحاجة دي انا اشتغلت ال DTD في ماليزيا كان جزء من الكورسيز اللي انت بتعمله اسمها IT commercialization and interpretation ومطالب زي ما بتقدم السفيس بتاعتك تقدم بزنس بلان بفرضية انه لو الحاجة دي تحولت لبرودكت تحت مويلة كيف هتعمل شو ما بضرورة عمل الكلام ده لكن هو القصد انه انه ادوك المعلومات الكافية اللي بتمكنك انك تحول شغلك لبرودكت لو مسكنا الجامعات في اوروبا في امريكا في مصطلح يسموه spinning of companies spinning of companies يعني شنو؟ يعني انه مجموعة من الطلبة او من الاسادز الباحسين لما انخلصوا ريسيرش بتاعه سيعملوا برات اختراع عملوا اي حاجة بيكونوا الشركة المنتج بتاعه قايم من داخل هذا الريسيرش بالتالي بيقى عنده قيمة اقتصادية بيقى عنده قيمة اجتماعية لانه حيفتح كموظيفة بعد داك حيكون دور في المجتمع كيف كامسل اليوم لاريج بيرج و سيرجي بيرل دال اتنين كانوا ريسيرش في جامعة ستانفورد و الكمبيوتر سيانس و دال الف ورق علميه و دا العنوان بتاعه بيقى عنده اناتومي اف الارج سكيل هاي بردكشوال ويبسيرش و مساكتوا الاستاتيستيكس حدلقوها في تاريخ الانترنت اعلى قيبر حصليها داونلود لكن كذت اللي دي يشدو بس عملوا نوبيت شدير انتهو النتيجة كانت يا اخوانا جوجل جوجل قبل سيرج يتحول الى منتج بتاع سيرج انجين قامت حول الشركة اسمها جوجل و جوجل الان انتاجه برضو ممكن زي ثلاثين اربعين ضعف ناتجة القوة اكي في الشركة قامت اذا انت لما تخلق البيئة دي بعدها بتخلق الانسان اللي فاهم انو كيف علمو يوظف له مصلحة المجتمع و كان على المستوى العلمي او المستوى الاجتماعي زي محمد يونس او غير من العلماء فدروا يالبني اتمنى انو اقتصاد المعرف يكون في السودان على ضوءها طيب الكلام دا ما شعارات يا اخوانا عشان يكون عندنا تخطيط استراتيجي سليم لا بد يكون عندي مناخ حر للبحث العلمي لا بد انو ما اكبل الناس بقوانين تمنعهم من المعرفة الان الليل انت لو ما شعرت له اي معلومة تجيبه من اي حده حتى اليو في مليون جهة هتقول ليك ممنوع ممنوع وبتمنعك انك تتعلمه وبتحجمك وبالتالي لما نقول احدا عايزين حرية الكلام دا ما من فراغ يا اخوانا حرية بتشمل واحدة من المبادئ الاساسية بالنسبة لانا في اقتصاد المعرفة اشان نخلق بيئة للمعرفة اشان نخلق بيئة لا اقتصاد المعرفة وتكلمنا بقولنا عن بنيات تحديية احنا محتاجين تمويل كافي محتاجين اقتصاد معافة مش سبعين في المية او تمانين في المية من الميزانية ماشى للدفاع احنا الان ما ممكن نتكلم عن اقتصاد معرفة وانت كل انتاجك كل قروشك الجاية هي ماشى للامن والدفاع لو قارننا الان بتلقى الدولة التانية الامن والدفاع بياخد ثلاثة في المية يمكن لي خمسة في المية انت هنا بياخد ثمانين الى خمسة وثمانين في المية وببساطة ليه لانه البيئة فيها حروب البيئة فيها نزاعات وبالتالي لما نتكلم عن انه احنا عايزين نوقف عجلة الحرب عايزين نقلل الانفاق الدفاعي المشيو في حتة التانية اذا احنا بنتكلم عن شنو؟ اذا ما شعار من فراء لما نتكلم عن بحث علمي عشان انا انتج اكون زي لاري تيج بتاع جوجل وانا ما بقدر اتوظف لانه التوظيف للأسف عنده معايير كتير الان انتماعك السياسي انتماعك القبلي انتماعك العرقي دي كل اشياء معوقة انا ما ببعثوني ببعث فلان الفلاني ليه؟ لانه عنده افلييشنز بداحة لانه يبعث هو وهو ليحطر وهو ليترقى وانا ما اقدر اعمل الحاجات دي انا حطور كيف وكيف حيكون عندي حافز للانتاج المعرفي وبالتالي لما نتكلم عن عدالة ما جاء من فراء الحاجات اذا لما نتكلم نهتك بالدول حرية سلام وعدالة ما تلعام نظر ساكت احنا بنتكلم اشان نأسس قاعدة حقيقية لاكتصاد معافة ولي دولة معافة قادرة انها ترتقد الانسان السوداني ويستحيل انه هذه الاشياء تتحقق الا اذا تكلمنا عن دولة مدنية مدنية ابد لي؟ ناتو ماجي 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 مدنيو نشكر جزيلا الدكتور طارق احمد خالد على المحاضرة القيمة صراحة استفزانة ورانا انه يعني في شركات ممكن تكون اكتر من سودان والبرهان وحيميتي والدعم السريع جاب العامل والجوتة دي كلها يعني فنفتح الباب للأسلة يا شباب انا طبعا اول سوال بقول بوجي هوليو زين ما استفزانة ذا ان السفزو طيب يا اخدتوا الاساسة بتوعون الكهرباء جاعد خرطوم بيجوكم اشتر ناس الأوائل بتوعون الشادة السودانية وبتاع ليه الكلام ده المفروض 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 ليه ما عملتوا عندكم انتم طيب اه وين البنيات الاساسية ممكن نعمل بها لحاجات دي كنت تعال زور الجامعة شوف البنيات التحتية عائل الاستاذ الجامعي هزاتو بياخد كم والاستاذ الجامعي لشان يعيش حياة كريمة حد الكرامة المنمم بيشتغل في ثلاثة اربعة جامعات طيب لما نقومون حكوبي درس في كل الجامعات دي الديني زمن بيعملوا للبحث العلمي وين؟ ما في زمن للبحث العلمي واحدة من اشكالاتك عشان تحقق حاجة زيدي انت محتاج الاساسات زادة لكون في حد انا بيعجبني مصطلة حد الكرامة مش الحد الأدنى ولا القجور هو حد الكرامة اللي بيخليك تعيش حياة كريمة عشان بعدهاك تقوم تنتيج فإذا ما توفرت الحاجات دي ما ممكن يكون فيه إنسان لاهز لشان يعيش وتقوم تقول له اينا الانتهاج بتعملكم اينا البحث العلمي كلا مدع حال هاي الأزيلة أكانة بالنسبة لل... تعالوا تعالوا فقدر رشان بس كنت دعوا نسألة يا دكتور بالنسبة للإنوفيشن أو الإمتكار هل هي ملكة من الزول ولا ممكن تتنمى بطريقة مقطرة طيب خلينا مقول هي بوات افسي طيب كيف نمسك إحنا لابد خوش المدرسة هل هو في تحليل ملكاتنا أصلا إحنا قاعدين نكبر وخالت اللينا إنك تقبى طبيب وتقبى مهندس دي الحاجة الاجتماعية الفي وقصاد الحاجة دي بتنصياغتنا عشان نمشي فيها ومقابلة بتتكتل المهارات الحقينية جوانا احتمال كبير جدا إنه أنا أكون ما ناجح في الاتنين لكن أنا ممكن أكون عندي ملكة تانية أدبية ممكن أكون مترجم ممكن أكون اقتصادي فالمناهج حقتك نفسها هي ما بتقدم للناس الفرصة اللي إنها تنمي ملكاتها ما بتكتشف ملكاتها وبالتالي ما بتطورها والناس ما الشابه شكل أشبه بالقطيع في القطيع ده بتموت الملكات أنا أتذكر قصة كتبة ولأمر طالبة في أمريكا في الابتدائي كانت نشرة في نيوزويك قال جاتوا قالت ليه إنه أدون هومويرك إنه نكتب قصة قصة قصيرة يعني صفحة واحدة ما حاجة ضخمة والقصة دي البطل بتاع لازم يكون جماد شفتوا الـ challenge كيف يعني لا حيوان لا إنسان ما بتكلم ونزعوا منك كل الحاجات لأنه لو قالوا كان ممكن تقولوا الكديسة حقاتنا عملت والكلب واللزون ولا كده لا ما حاجة ناطق وقالوا إنه يلا شوف ملكة البحثة العلمي هنا إنه لو في زول ساعدك في القصة أسأل أمك وأبوك أصحابك أي شي لكن تحت أكتب لينا مراجع يقول الحتة الفلانية قال ليه أبوي شفت الملكة؟ الحتة الفلانية قال لينا ودي جيران فالأبو قال لنا عجزدة لأنه جماد قال لا والماء ما أمشي شوفي بطريقتك اتفاجأ قال إنه تاني يوم لقاها كتبت القصة وكتبت القصة قالت إنه في ناس عندهم في زول عازف بتاع موسيغة عنده بيانا وهو فقير جدا لكن البيانا كان مبسود لأنه زول لا بيعزف عليه والحان جميلة وكده بي لسان البيانا لسا ما بي لسان الزول وقام فلس يضطروا إنه يبيع البيانا واشترتوا أسرة غنية جدا فالبيانا قال أنا كنت مبسوط لما اندخلت لقيب بيت جميل جدا ما زي البيت المكاكع بتاع الزول دا فقال البيانا كنت مبسوط ندقلت نغلة جميلة جدا مختوط في هول فخم جدا وفي ناس مضاف كده قاعدين ما زي البيعزف فيها لكن قال بعد فترة اكتشفت إنه الناس دين ما في زول فهم نعرف بيعزف جابوا الحاجة دي واجهها سايد فقالنا الأوتار بتاعتي قام بتبدت في ترخي لأنه ما في زول بيعزف فيها والحاجة دي كانت مؤلمة زي البيعزف كده واجعتوا يده كل يوم في متر بيت تخل أنا ما في زول بيعزف فيه بعد ذاك أنا بس مع النازل باكتشف إنهم هما كلهم ناس منافغين ويكذبوا ويتآمروا مع بعض لكن لما نجوم ضيوف بيلبسوا ويعملوا فيها إنهم بيحبوا بعض وبينطفوني لما نكون في حفلة عشان الناس تشوفني نظيف لها كي ما في زول بيعزف علي وإنه أنا بقيت أشتاق لأيام بتاع تزيون اللي كان بيعزف علي وبيهتم ما بيما عنده بيت واسخان دي طفلة في البرائماري سكول في مجتمع بيشجعك يطلع أفضل ما عندك لو تخيلنا الطفلة دي له أستاذ بعد ذا ممكن يقوم يقول لا تمشي تبكي طبيبة ولا مهندسة تفتكروا لا في ملكات بطل تصعر تخيال هنا بيقبل مجتمع هو أو المؤسسة التعليمية هي اللي بتعمل الحاجة بالتالي انت محتاج مؤسسة تعليمية دورة أولا تكتشف ملكاتك ثم بعد ذاك توجهك في الاتجاه السليم إذا الاثنين ديل ما موجودات وقبل تكلمنا عن التعليم الفلسفة التعليم بيبقى الابتكار بيتكتل عند الزول حتى لو كان إنسان موهوب ربنا خلقوا كده هتلقى إنه النظام التعليمي يكسروا لحد ما حولوا له إنسان عادي وكمية من الناس اللي كانوا معانا في المدارس موهوبين جدا الآن بتعليمهم بحزن شديد لأنه ضاعوا في زحمة الحياة لأنه لبسوهم إنك إنك تمشي لازم تمتحنها غياضياتها حياة شانت تخش طيبة وتخش هندسة وبهذه اللعنة ضيعت كل الملكات اللي كانت عندهم بسم الله الرحمن الرحيم الدولة ممرض بشركات ضحمة فأنا دار أتكلم عن السياسات في الاقتصاد الجانب القانوني هل الاقتصاد راعي إنه وضع قوانين وشروط للشركات إنها تمنح تمنح أي فرق بين الدولة شرط في عبدالد شرط في برامة العبد إنها تعمل في الدولة إنها تقدم خدمات تعليمية ومن ضمنها إنه يبتعس أبناء البلد أو طلاب البلد من اقتصاد المعرفة إذا كانت الإيجابة بالإيجابة النظام البيت هل كرس هذه القرص لمحسوبية معينة أو أبناء مسؤولين يعيس إيجابة والإجابة السؤال التالي إذا جاءت دولة مدنية إذا ما في شروط غيمة ضدها برضو نفطر إنها تكون من السياسات الانتصادية حتى يتنمى في طلابنا وأبنانا لتكديل اقتصاد معافة وكامل لأن ينعم به دولة مدنية كافة أبنانا 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 هو حيستمر ويتمادى في الخطأ لأنه ما في صلب يقول له لأه ما في صلب يقول له في حاجة غلط نبدأ بيدي في الأول إنه الضمانة لأنه الحاجات تمشي لي قدام إنه الناس عندها صوت إنها تقيم وتقوم ولو استدعى الأمر يمكن تجي تطلع مظاهرات ولو استدعى تجي تعتصم هنا لكن في ظل النظام دكتوري ما بتقدر تعمل هنا وبالتالي الخطأ بيستمر وبيترمى التغطية عليه بأول حاجة طيب بالنسبة للنظام البايد كلنا شفنا البدغال عن التعاقدات أولاً هو ذاته كان في فيجن في استراتيجية إنه أنا لما نتعاقد عايز شنو من الشركات دي واللهي المسألة فيها كوميشنز والأنا بستفيد شنو كشخص أو كتنظيم بغض النظر عن الدولة طيب حتى لو قلنا ده ما فيه في ظل عدم وجود فيجن بيك بالناس بيترتكب أخطاء لأنه التعاقدات ما بتكون ويذكروني محددة لكن العايزة قولو شنو ببقى التعاقدات حين بتعتمد على ياته جهة على ياته أشخاص موجودين قد تكون في جهة معينة لحسن الحظة الشخصة فيها شخص مؤهل في نفس الوقت نقول إنه قلبه على البلد في الحالة دي بتلقاوي إنه ممكن تكون النتيجة إيجابية بقدر ما متاح من مناخ بيسمح له إنه يقدم حاجة أما الشكل الغالب أبدا التعاقدات في الأغلب كلها في مناخ فاسد الأساس منه كان هو رشاوي فساد ممكن نحكي قصص كثيرة جداً عن مشاريع فشلت أو مشاريع قامت أشان الناس تقوم تسافر البلد الفلانية ويا ما شفنا ناس سافروا لكورصات وهو بكون عمره خمسين سنة والكورصة أصلاً معمول للباحثين الشباب لكن لأنه المؤتمر كان في لندن هو عايز يمشي لندن بيمشي ولمن يقى الناس كولاً أولاً صغار بخجل يخش المؤتمر لكن بيمشي يتحاوم بيمشي بعمل شوبين بيمشي السوق والأهم من ذلك إنه هو ضيع فرصة ليه شخص كان مفروض يمشي في الحتة دي فإذا أنت تتكلم عن دولة العقود مبنية على نظام فيه المفاسد واضحة ما عنده استراتيجية نظام بعين الناس نفسهم بيسفرهم للدورات دي نتيجة محسوبية نتيجة قرابات نتيجة سياسية أو قبلية ما أظن نتكلم بعد دعاني إنه والله العقدة شان يقوم يعملينا نول الترانسفير ولا يقوم يفيد البلد دي كده وممكن يوم نجي في سيشنز نتكلم عن برويجيكس بعينها هي عبارة عن فضايح يعني دايماً لما ندرس كورسات بتاع التراجيك مانيجمنت قاعد نقوم أعمل المشروع عنده نهاية زمن عنده بداية وعنده نهاية في زمن محدد وطوالي بس ألي أخوانا فيزول فيكم عارف مشروع سندوز حينتهي متين بدأ وين وينتهى متين ده ميسال يعني ده ميسال بسيط جداً ليه؟ شكل الفساد الموجود في المشروعات اللي عندنا في أكاد يكون كل القطاعات وبالتالي نحن لو نتكلم عن الدولة المدنية هو القصد من إنه الحاجات دي قاعدة تحت الشمس ببساطة شديدة تحت تحت الشمس ما في المكاتب المغلقة اللي إحنا ماش نيفين فيها حاجة لما تكون تحت الشمس بعد كده الشخص اللي بارتكب الخطأ حينقى في مليون زول بيقول له الحاجة دي خطأ والسيستم هو اللي بتولى تقويمه ببساطة شديدة أتمنى إنه أكون جاوبة الحاجة بطريقة خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم هاشي بنعجي نشكل مبادئة الحسين السودانيين على هذا الغذاء وبذلك نشكل الدكتور طارق أحمد خالب ومخاططته كانت شيء أو كانت سرعة وقلبنا نحن يعز إنه كان السودان عايش خالق الكرة الأبضية يعني اقتصاد المعرفة واقتصاد كلام يعني كان يعني كلام يعني ده زي الناس يعني يعني أنا في السودان في العصور بتاعتها العصور وسطة وسطة الزرامية هو طبعا الجاي من العصر بتاع التنوين يعني بتاعه وشكرا له ويعني اتمنى له التوفيق وربا يحفظ يعني من الناس الحزين دي يعني طيب في البدل أنا ده الأسأل يعني أنت قدت اليابان يعني المسغية يعني 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 كلنا كده مجتمعنا والزلعي ويشانا على السودانيين التايما الطائفية أو الطوايف ففي أعيّ يعني الشرت المعضلة التاسية بتقوله يعني هو طبعاً دائل يعني سنين طويلة جداً جداً وهساً تفهم سبتك جيبتها أكزامبل هولندا وتايران هساً عندك دورة في أفريقا عندك رواندا رواندا ليس نطبع في زين يعني عرفين خاصة فيها شئ لكن الان هي يعني دولة وسط مرحلة قالوا ان الطلاب ما بشيروا كتب بشيروا التابل اكثر التاباد وكده يعني الطالب في البيت بيقروا في الشارع بيقروا في ايهم كامل يعني يوصلوا مرحلة يعني مرقدمة جداً جداً بس يا سيبي جاربنا دي يعني وصلت مرحلة يعني خيالية يعني أكثر دولة عندها معدل بتاع تقدم طيب أنا بسأل وابدو ان انا عمل احساب المعرفة ان انا عقول هاكذا تبدأ العقول دي رابدة ان انا تجي عشان تطبق الفكرة يعني انا واو نستعين بأجانب فزي المسال الهندي كان عندها سالزة بمشوا امريكا في عالقة المسالة انه زادت انشافة المرتب في امريكا هناك فقدت قدرت مرتب تراثة مرة تاني عفو استاذ بيجا مبشي من الهندي بش امريكا يقعد قبل في الهندي بس يعني انه معروف معروف انه سواء الثمانية وتلتين فرمية من انا عاملين في سيليكون فالي اكسدوا هادي سيليكون هما اسرق قنود او باكستانين وبعدها الهنديش البرميات وصلت مرحلة يعني بيجد ممكن ننافذة امريكا يعني رابي اقتصاد في اسيا وخامس جيش خامس جيش رابي ايش في العالق يعني بتطعنا نستعمرتها في الجيش قاية بعد الهندي فوصلوا مرحلة عييب كده فاني انا العقول دي نجيبها كيف واشان نقدر نطبق فكرة اقتصاد المعرفة شكرا يا دبي طيب طبعا من المثالية قمت اقول لي زول من امريكا تعالى واتهنا شك تعمل انا والحيات الاساسية موجودة لكن يا اخوانا من المهم جدا نلاحظ انه الان في ظل التواصل اللانهائي من خلال التكنولوجيا امكانية الاستعانة بكل هؤلاء الاشخاص هم موجودين في اماكنهم لو اطلعت على الوسائق التي تتكلم عن الفترة الانتقالية وبالتحديد الوسائق اطلعت من برادرة جامعة الخرطوم اتكلمت عن المجالس الاستشارية بالاضافة للسلطة التكنولوجية هذه المجالس الاستشارية ما قالت الزول لازم يكون قاية في السودان وهي هذه حاضنة حتخلي الناس تجمع كل العقول المهاجرة وتخليهم استشارين للمشاريع التي تتنفذ في السودان حتى لو كانوا قاعدين في امريكا والحاجة هذه معمولة في كل دول العالم اذكر قبل خمسة سنوات كان عندنا استازنا وكان انا بروفيسور لسامة اسمان عوض الكريم وهو موجود الآن في امريكا وهو الآن ماسي قسم قسم اسم التعاون العلمي في وزارة الخارجية الامريكية كأمريكي يعني فجقت دم في السودان محاضرة كان عن نانو تكنولوجي ومشاهد زورته في البيت كان في بيتهم وفتحت موضوع الامريكي كنا عزيزين عملينا زي جمعية كتب تعد نوليج ترانسفير وما تمت هذا فعلنا بيأسه كان بيقول انه هو ماسيك حاج يسمع الفيدغال ريسيرشن انستويتوف نولي تكنولوجي هو المدير بيتاره والطاقمة تحته أغلب كان هنود وصينيين قال كل هؤلاء الناس اللو هما جونيورز بالنسبة اليوم ماسكين مشاريع في بلدهم وإيفاً في بعضهم عندهم عندهم جوازات دبلوماسية على بلدهم الواحد فيهم بيقعد كله شهرين بيكون خافس ليه ثلاثة يوم مش الصين مش الهند لأنه في تاسك مفروض يعملها في خطة مفروض يطلع عليها في بحث مفروض يناقشه كلهم مربوطين ببلدهم قال الوحيد الحاس انه مقطوع من شجرة أنا وهو الهيد بتاعه وفي النهاية بيقى بيمشي وين بيقوا بسوقول هنود بيسافر الهند بيعمل بروجيكس هناك بيعمل تيستيج ليلة بروتاريس بتاعه نانو تيكنولوجي ومستفيدين منه اصلا مدامين تقاعد ساي فاحسن نستفيد منك فالناس المعاسها قوم فإحنا عندنا كم هائل من العقول الهند هي اصلا مهاجرة لأسباب انه ضاقت بها الدولة هناك فإحنا عايزين نخلق قنوات ومستفيد منهم بعدين لقدام لما تبقى في تطبيقات حقيقية ويتخلق مناخ ملائم ممكن تحصل هجرة عكسية لكن الان الناس ما هنكون حالمين نكون واقعيين كيف بس نخلق قنوات للاستفادة من الناس وكيف نقدر نخلق ترابط بيننا وبين العالم الكاري ما يكبه في عداء قبلك لما خطيت صادراتنا مع كم دولة دا اقول لك دا احنا زي المسجونين يعني وفوقنا كله هالدولي ما عندنا حاجة مع باقي العالم فكيف نخلق القنوات كيف يكون فيكس فوجرز كيف يكون في زي ما زمان كان في منح في علاقات بتاعة تكسجينج بين الطلاب نخلق بيئة استثمارية تسمح للشركات دي الناتج السودان الهند استفادت من شنو اصلا خلقت بحكم انه الايد العام لرخيصة في الهند فتحت بيئة بتاعة اوتسورسي سمحت لمايكروسوفت تجي الهند سمحت لآي بيئم تجي الهند لكل الشركات الضخمة دي لما نجوا بيستفيدوا من الناس دي لكن بيحصل شنو بيحصل نقل للمعرفة فبعد شوية انا با باتعلم بعد شوية بشيب بعد ذاك بيحصل شركات عقاتي وبعد ذاك بنافسهم فا كيف نخلق نحن بيئة جازبة للشركات دي ناتج السودان لكن ما تجيب العقود اياها تحت نفس العقليات الزمان لا بد نخلق اولا نكون في الشفافية كاملة للاحاجات الدين كيف ويكون عندنا زي بيقولنا هدا فستراتيجي عايزين من الناس دين شنو عايزين يضيف لانا شنو وبعد ذاك بنبدأ كراديو اللي نجني سبعنا الحاجات نظر التخصوصي انا ما تخصوصي دارك اقتصاد لكن مخبحر في الاقتصاد يعني انا بتعلم كنت بتتكلم على اساس يعني الناتج الغومي الاجمالي لكن على حسب معرفة تبال اقتصاد كان كلام المصطلح التاني اللي هو النادي المحلي الاجمالي فإذا مثلا يالله انت مستوعد مثلا الاستثمارات العجنبية الموجودة في البلد إذا انت بتكلم على الناتج الغومي الاجمالي دي مستبعدة دي غير الاستثمارات بتاعت السودانيين والمواطنين السودانيين او كل المداخله هم بداخلهم مفترض برضي تستبعد من الحيطة دي دي بس دار الفطن نظر يعني عشان ما يحصل كونفليمت بين الناتج المحلي الاجمالي والناتج الغومي الاجمالي الحاجة التانية دارة طمينة يعني انت بتقوله مثلا في غياب انا شخصيا انا عامل بزنس في مجال البحث وتقديم الاستشارات لكن برضو واجهتني مشاكل اللي هو قبل كلامك عن السياسات والغوانين يعني دغير اجراء التسديل اسم العمل في المسجل التجاري ومشاكله كان في شرط موضوع يعني انا ما اعرف السياسة اول غانون دد وضع انو منت عشان تقدم خدمة استشارية في مجال لازم تاخد موافقة اولا من مجلس تنظيم بيوتة الخبرة والاستشارات استشارية فالممشاكل لهم اتفاجعت بانو كل المجلس اللي دي يعني ما اعرف انا باك المشاكل بتاع بزنس حتى النظام الاساسي موضوع ويدارته موضوع يعني من حتى من تحت نظر هندسية يعني دي شركات الاستشارات الهندسية الشغل بتاع المجاولات دي يعني حتى النظام الاساسي بتاع في حين انو 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 في البزنس عندنا يعني كمية كبيرة من الدراسات حتى دراسات بتاع بزنس يعني مثلا دراسات الجدوى الدراسات ابحاث السوق ما مضمنة او حتى زور الخطة نظام الاساسي بس خطة من يعني يعني فدي برض واحدة من النقاط اللي دار اضيف للنقاط انو في مشكلة كبيرة في السياسات والغوانين يعني الاستشارات حتى المجلس المختصة باله الجهدي بينظر لها بوجهة نظر بتاع انو انجينيرين يعني الشركة بتاع استشارات انو في مبنى حتى المقاول ويجوا هما يعني المفهوم بتاع الاستشارات الهندسية في حين انو موضع الاستشارات بحر يعني في العالم البيزنس فالنظام الاساسي بتاع الجهة المخولة انه يعني هي جهة تنظيمية اما يعني تصدر وتنظم المجال ده بس في جانب الهندسي حتى النظام الاساسي موضوع الاساس ده بالاضافة الهدية يعني انا دار اقول لك انو مثلا انت قبل بيقول فيه غبلية او جهوية او سياسية او انجماية سياسية ده بيقود لانو حتى فيه افليشنس ميهنية يعني يعني وانا ما دايرا اقول انو يعني مرض بسبب هو في النهائي الموضوع موضوع معرفه وغياب معلومات يعني في النهاية انت لو انتك تخط اطار معين او النظام معين ما تخطه بجانبك انت بطره فقط يعني فيه مجالات دانية مفترض تستضحبه ولو كنت استشرته كان ما كان بيضطر يعني النظام الاساسي بتعمد الاستنظيم بيوت الخبرة واستشارت ما كان بالشكل دي بس انو النقاط الحبية توضح طبعا يعني انت هبشت حتة جميلة جدا يعني ممكن بس ما كان الوقت بكفي اول هدف من الوقت مش بس بيوت الخبرة ومش بس هي باقراند هندسية بالمناسبة بلا في التحديد هندسة مدنية حتى الكلام دان احنا قعد نشتكي منه على مستوى المجلس الهندسي التعريف حتى بتعمحن الهندسة الليلة لو جيت تتسجيل الان ليه بوهندس اخصائي ولا ليه بوهندس اشان تترجل ليه بوهندس اشاري ولا كده الطريقة الموضوعة بها مثلا امش يامل يقول ليا ادينا مشروع الوقتي بالبيل طيب انا ما مهندس مدني يعني اقوم اكتب بلو كيف يعني فالشخص العمل الفورمات تي ذاته والعمل القانون تنظيم المهنة هو جاي من الهندسة لكن صاع كأنما الباقين كلهم نفس الطريقة فإذا كان احنا جوا مهنة الهندسة قاعدين نشتكي ما بالك امتى في الله هنا عايزين نتكلم عن انه زي ما قبل قلت برضو لو ناس تطلعت على الشغلة اللي تقدم خلال فترة الاتقالية ثوب وراجعة للمجالس المحلية يعني انه سواء كان المجلس الهندسي المجلس الطبي كده المعايير بتاعاته بعدين انت مطالب انك تشوف تجهر بالناس في العالم ما تخترع العجلة يعني احنا في حالة بتاعات عزلة عجيبة جدا تخلقنا كده تقفرنا في عدة وجوناس بنزروا فينا بحاجاتهم اللي عندهم فالحاجات دي محتاجة انها تتراجع بالكامل زي ما قلت تقبل في ظل المناخة الماحور انت ما بتترتبوا الحاجة لكن تحت الشمس كلنا ممكن نقول غلط كلنا ممكن نحتجة ويجوا الناس اللي عندهم تجربة يطرحوا حاجاتهم الى ان نصل للحاجة الصحيحة موضوع الناس اللي من برا يعني بحاجة برضو قصة تجربة شخصية في المسجر التجاري المهمة كلكم عارفين الجرجرة بتحصل فالما ان تشددت وقفت في حقي وحتى كان فيه جرعات قدامي الملف كان من فوق تزول حتى وتحيتهم فالنهاية احتجيت وقمت ودورت في شكل زي مبقول والزول المسؤول في المسجر التجاري كان بلان ويطرحوا يقول المهمة كنبت ويطرحوا حتى ما تحتاجوا وما تحتاجوا المهمة تحتاجه وحصلت مشادة وصررته أخذ حقيه في وقته وناضح لك أنه لم يذكر brillان choose which pard pasta سأتى سأتى السنة وهذا يستطيع أن يكون من تفهم نياه لا يمكن أن يكون انثم كمل جائعون العظم pour التكلم أن نكون حقاً من بعدين أن نتح gemeinsam يجب أن نال Afghanid وهم عايش في السودان وانه فيه غوانين وإجراءات يعني عايش عيش اقتعد على اساس المجتمعات البر والغوانين والسياسات البر غوانيننا الهين ده ان احنا نطبقه ونلتزم بيه وناخد حقنا فيه ده يعني كان تجربة شخصية وقلتها ومرت به يخوانا طبعا بكل اسف يعني زول بيل عب دور محام الشيطان بكثير من الاحيانة وقم بيه الجلسات الجميلة ده والتي فيها تعليم واستنارة ووعي كبير جدا ديكتور طارق احمد خالد وعدنا انه يجينا تاني وان شاء الله المناقش هستمر لكن ده ما يمنع انه يكون قاعد معانا وقل لكم تكونوا قاعدين المحاضرة الجاية محاضرة قاية في الأهمية اللي عن ريادة الأعمال المفاهيم بتاعته مصادر التمويل مع واحد من أنجح وأصغر المدراء الشباب في مجموعة عبدال أيمن سيد احمد المصباح هيقدم لنا محاضرة عن ريادة الأعمال اب نكس بس عن جهز الله بس شكرا جزيلا دكتور طارق احمد تيو صفقة كبيرة جدا شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك